أهم مدارس وعلماء النفس هناك العديد من المدارس والعلماء المهمين في علم النفس ومن بينهم 1. مدرسة النفس السلوكية تأسست هذه المدرسة على يد عالم النفس الأمريكي بي إذ سكينار وتركز على دراسة السلوك البشري والتفاعلات المؤثرة فيه 2. مدرسة النفس النفس ناليتيكية تأسست هذه المدرسة على يد النمساوي سيجموند فرويد وتركز على دراسة العقل البشري والأحلام والمنازعات النفسية الداخلية 3. مدرسة النفس الإنسانية تأسست هذه المدرسة على يد العالم الأمريكي كارل روجارز وتركز على الاهتمام بالفرد ودوره في تطور الشخصية 4. مدرسة النفس التعليمية تركز هذه المدرسة على دراسة العملية التعليمية واساليب تعليم الطلاب ومن أبرز المراجع العلمية في هذا المجال العالم الأمريكي بيجي هوف 5. مدرسة النفس التنوية تركز هذه المدرسة على دراسة تطور الإنسان منذ الطفولة وحتى النج ومن أبرز علماء هذه المدرسة العالمة الأمريكية جنبيجي 6. مدرسة النفس الاجتماعية تركز هذه المدرسة على دراسة تأثير البيئة الاجتماعية على السلوك البشري ومن أبرز علماء هذه المدرسة العالم الأمريكي سيتانلي ميلجرم وهناك العديد من العلماء البارزين في مجال النفس بما في ذلك وليام جيمس وإيفان بفلوف وكاريونج وجنبيجي وآنا فرويد وإيريك فروم وغيرهم ترجمة نانسي قنقر